لذلك مشاهدين أكثر الحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة عبدالله القرع رئيس الجمعية الوطنية للمنصصين الجزائريين أهلا بك صباح الخير ونازي ضحايا هذه التسربات التي كانت في الأيام السابقة نعم رغم الحاملات التحسيسية التي تقوم بها الحماية المدنية وحتى مصالحكم يعني بشأن التحسيس بمخاطر الغاز إلا أننا نشوف حصيلة الوفيات في تزايد يعني أنها ترتفع وفاة 11 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة خمس وفيات ببتنة أربع وفيات بتيلمسان وهلك شخصين بالعاصمة ببزرعة أين الخلل هنا في الأجهزة أم لا مبالاة المواطن كجمعية كمختصين في هذا الميدان نرجحها الأول شيء للأجهزة المخشوشة هذه اللي هيكينها في السوق المقلدة والشيء الثاني يعني قلة الثقافة التوعوية تع المستهلك الجزائري وتع الزبون الجزائري هذا في أنه لازم كل صيف يعمل صيانة الأجهزة دياله يعني ما يستعملش مواد اللي هي مضرة بهذا الأمان قلنا كنت نشوف حاليا في الرباطج اللي قدرتوه أنه قاعد نشوف هذك التيورا كورديو هذك تيورا كورديو اللي يخرج غاز أحادي أكسيد الكربون هذك حنا كتقنيين حنا ننبذوه ننبذوه بل بزاف نقولوا بلي ما تستعملوش خاش هو إيدي تحرك شوية ويخليه الاسباس صغير هذك هذك الاسباس هذك هو اللي يكون يمد أمور كبار وفي حاجة أحد أخرى أنه الشاب الجزائري كم يقولوا من بردين بزاف عندها ميخلي حتى تقبس غيرها كل تهوية هذا هو أكثر شيئا نعم بالنسبة لهذه النقطة يعني لاحظنا في السكنات الجديدة يعني لما ندخل للسكن الجديد نجد لا توجد منافذ التهوية هذه رجع لأنه المقاولين نحن ربي يهديهم هذا المقاولين اليوم يبنوا في السكن الجديدة يعني المهم هاتي يكمل السكن دياله في الأجل المحدد دياله وفلاص يعني حتى كان أمور تقنية ما يصنع يعني ما يعملها جيدا وإحنا ننصح وإحنا حاليا كما ذكرنا سابقا أنه مشينا درنا حملية تحسيسة داخل بيوت الناس وإحنا نعملون مصيانة هذه مجان رغم هذا يعني والثقافة الإستاليكية تفقى ضعيفة بالبزاف لاحظنا أن الكثير من الجزائريين بعض يعني يقومون بإعادة استخدام أجهزة التدفئات دون الاستعانة بمرصص للمراقبة والكشف عن وجود تسربات للغاز من عدمه هي نوم موكلة دخول فصل الشتاء نعم هي راقب جبال أجهزة الغازية اللي عنده في البيت إحنا ننصحوا هكا المستهلك وإحنا كان المستهلك يشوفها غالية ولا يشوفها باللي يتعب ليه ولا أما الجهز دياله إحنا كان نعطيك مثال يقول لك تروح دي الواحد دي الوفيريفيكاسيون يقول لك أنا مدام مراه يتمشي لها بس بأنا ما دي الليش يقول لك يشوف هذاك مبلغ تالف ولا ألفين دينار يقول لك كثير يعني نجد حتى بعض العائلات تستعين بأحد أبناء الحي أو معارفها لتركيب هذه الأجهزة يعني دون الحصول المعني حتى على تكوين في تخصصكم هل هذا راجع لأمور مادية أم ماذا؟ هو كالنقطة كالنقطة لأنه سوق دينا سوق ترصيص بالجزاء ومش منظم هذه الراجع الأولى يعني النقطة الأولى النقطة الثانية المستلك دايما يحيشوف يعني يجيبوا يجيبوا يشوفوا كيما يقول لك وين حجر خيسة يروح لها دايما هذا هي شعب الجزائي دياله وما يروحش المحترف قائتيك نرى أننا جمعية هنا عملنا أرقام تحواتف تحواتف مرصصي محترفين نتمنى أن المستلك الجزائي تواصل معنا وإحنا نجيديه في هذا الأمر نعم يعني هناك جزائريين لما يقصدوا المرصص يعني سائموا من انتظار المرصص لأنه هل هناك نقص في المرصصين أم ماذا هو فيه نقطة فيه نقص في المرصصين المحترفين هذي نقطة الأولى والنقطة الثانية دايما أن الضغط الضغط نحن عندنا مرصصي عندنا فصل الشيطة بقي نخدمه فيه نعم سما أكيد سيكون ضغط كبير على المرصصين تلقي مرصص واحد عنده خمس ولا ست زبائن عنده يعني في اليوم الواحد تقريبا يتصلوا بأروح سج من النار واخد من النار واخد من النار واخد 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 سما شوية يكون عليها العشاج هذو يعني المحترفين المنضرع المحترفين ليش أضرع لهوة نعم التسربات الغاز التي تقفون عليها أنتم كتقنيين خلال تدخلاتكم هل هي رجعة لكون أن هذه الأجهزة مخشوشة أم لنعدام الصيانة الدورية المطلوبة؟ هي الأجهزة مخشوشة تبقى أجهزة مخشوشة ولكن الصيانة الدورية هذه حاجة الأولى حاجة الثانية أنه يستعملوا كينا قلت لك في الأول أنه يستعملوا حاجة تقنية للمخصصة كما احنا نشوفه شوفبان كما شوفنا هذو كافل نعم شوفبان هذك نمو هذك اللي يخرج غاز وحدي أكسيد الكربو ما يكونش بهذك المادات العالمينيون وكينو هذك المادات كينا نقوله الزانج هذك 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 هو اللي يستعمل يعني ما لازمش أيضا يكون في الكورواغ ولازم يكون في الـ أكي دي لازم يكون كما المدفأة مدفأة البيت كون في وسط البيت ويكون عند مخرج ديلها مباشرة في الهديف كينو في العمارات يكون في المخرج تعلق كوروان تيكنيك وشوفبان لازم يكون في المطبخ ما يكون في البالكون ما يكون داخل يعني داخل الحمام أو أو هذه وهذه ولي نقوله عليها بزاف ليشوفنا بزاف احنا كمراسسين نحضر عليها بزاف ليه قلت لك أنه يستعملوا بزاف هذو اللي شميني هذو تعالي من يوم يستعملوا الفلكسي بتاع الجاز هذو كصفورة هذو قاعدة عندهم أطرسل بكتير نعم ما هو البديل لهذا قلت لك كين ليزاء هذو تعزانج هذو هذو هما اللي يستعملوهم هذو هذو هما الأصح وهذو هما اللي يكونوا تقنيين جيدين نعم بماذا تنصحون بالحديث عن الأجهزة ونوعية الأجهزة بماذا تنصحون العائلات الجزائرية في اقتناء أجهزة التدفئة المستوردة من الخارج أم المصنعة محليا دون ذكر العلامة التجارية نحن كأصحاب ميدان ننصح بعلامة جزائرية ومنتوج وطني في جانب المدفئة داخل البيت هذيك اللي نصح بها هي منتوج وطني هو أول أحسن حتى في جانب الأمام في عدة جواند جواند تقنية هو حاجة أما سخانة الماء خسانة الماء قاعدتك رأي يجي مستورة دعم ما نقدش نقول المستريك الجزائرية أنه يديه هذي ولا هذي ولكن يشوف يكون يشري هذا المنتوج يديه معه مرصص محترف معه هو اللي يقدر يقيده يقوله أشري هذي ولا أشري هذي نعم نعم نحن هذه الثقافة هذه الغايبة عند الجزائرين أكيد أكيد نعم بالحديث عن الأجهزة تدفئة المصنعة محليا هل تحوز هذه الأخيرة على إجراءات الأمن والسلامة أكيد نحن لو لم كان عندنا يعني أنها عليها هي باليراهي حاجة يعني أعطيك مثال فقط في بعض البيت تجد هذه العالم المنتوج جزائرية عنده 30 سنة أكثر من 30 سنة داخل بيوت جزائرية والحمد لله ملقوا منه حتى عيوب هذي النقطة والنقطة الثانية أنه يعني شوية يعني ضام المهني تاني نرجع لنقطة أنه ضام المهني في بعض الأحيان تعالي المواصص يكون غائب يقولك المهما يندي كم يقولك مبلغ ديالي واروح وفي بعض الأحيان تجد واحد يقوله زي ما أخدم لي أخدم لي هذه الأسطلاسيون يقوله إيه نخدمها لك أنا سلي نعم يعني تبقى المواصفات العالمية يقوله أنا غير مواصفات العالمية ما أخدمها لكش كان مرسسين عليك وكان مرسسين لي المهم أنه يخرج بدك الجانب بالمادي ديالي واروح ما على باله إجراء عيتيك أخدمها لو عيان أخدمها لو مليحة المهم يدي الجانب بالمادي ديالي واروح نعم ما المطلوب من العائلات في حال الاشتباه في وجود تسرب الغاز تقنيا ما الواجب فعله هو تقنيا هو ذكاء هو هذا المستلك ما هو مرسس نعم فمن الأحسن أنه يدي المنافق التهوية في وين كان المدفاة أو وين كان سخن المياه يعمل منافق التهوية هذا هو الأصح لو كنت شوفي هذه الحوادث اللي صاره لو كنت شوفي يعني التقنية كي الدخول وتلقي باللي راي مغلوق الدر يعني التقنية صغيره ما كاش بش يخرج للغاز هذا ممكن يكون تسرب تاع الغاز هذا المحروق ولكن لما يكون منافق التهوية ما هي صرحتها حادثة هذا هو يعني التهوية ثم التهوية ثم التهوية ونزيل ننصح تاني المستهلك كما احنا نقوله ما وخاص رواله إذا شراء يعني جهاز كشف الغاز هذا راوه في الأسواق الجزائي بحوالي تلتلاب دينار أو ربعالي نعم نصف التحدث عفوا فقط بالنسبة لمنافذ التهوية من المستحسن أن تكون في الأسفل أم في الأعلى يعني هي اللي يقدر يديرها كما احنا نقوله في الأسفل وفي الأعلى يعني في كلتا الحالة تهوية من الأحسن تكون في الأسفل لأنه الغاز هذا المحروق يكون في الأسفل ليكونش في الأعلى نعم هناك أجهزة عفوا جديدة يقال أنها تحوز على تجهيزات أمنية تيرموكوبل وتيرموستا مهمتها قطع الغاز في حال وجود الخطر هل هذا صحيح؟ قلتنا معلومات هكذا وكان علامة حتى أنه يوجد علامة جزائرية تواصلت معه وقال لك احنا وعدنا 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 ولكن كما يقول مثل جزائري نقولها كل واحد يقول لك فولي طيب كل واحد يقول لك أنا وانا 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 ولكن في الميدان يشد بلك عام هذا كل عام يشد بلك فصل الشيطة ثم خلص ثم يحمس هذه اللي نأكدها أنا نعم هل بإمكان العائلات الاستعانة بأجهزة استشعار مهمتها الإنذار بوجود تسرب للغاز في المنزل وهل هذه التجهيزات متوفرة في السوق الجزائرية وهل هي غير باهظة التمن؟ كينين الحمد لله هدو كاشفات التسربات الغاز كينين نوعا كينين الغاز المحروق وكينين الغاز طبيعي نحن ناظرا لازم محروقت وجد في السوق بحاولة 3000 أو 4000 دينار ولكن حاجة اللي ما نقدروش أن نأكدوا فيها على مدى جودتها هذه ما نقدروش أن نأكدوا فيها ربما تكون حتى هي مقلدة فمقلدة فربما يعني ربما تكون يعني تشد لك شهر أو شهرين أو ربما تخسر هذه اللي ما نأكدوش عليها ولكن يوجد في السوق الجزائرية يعني حتى البديل خاطر على المواطن؟ خاطر أكيد حتى نرى أنه هنا هذه جهات الرقابية هي تدورها هذا هي جهات الرقابية كيمو دية التعباء والجمالي الجزائرية فهذه هي مراقبتهم إحنا واش كينين في السوق الجزائرية؟ أرى أنه نشوفه يعني بعيننا أرى أنه نشوفه بلي ما كاش حاجة لتي تقدر تتكلاليها ما كاش حاجة لتي تقدر تتكلاليها نعم ألا ترون أنه يجب على العائلات الجزائرية أن تلجأ إلى استعمال خزنات التدفئة الخارجية يعني لشودياغ نعم أجهزة المراجل هذه أجهزة التدفئة المركزية هذه نحن ننصح بها بزاف وحبينا ولكن في كل مرة يقول لك بعض التمن باعض التمن ولكن باعض التمن في مقارنة بغلاوة روح الإنسان نعم ثمن تلها يصل إلى ربما ربما تركيبها وجهزتها وكل شقة أفطر وثلاث غرف هذه أربعة غرف ربما خمسمائة ألف دينا الجزائري هذا كأقصى حده يعني بجودة يعني بكاليتي خمسمائة دينا الجزائري يقدر يعني يقدر يأمن روحه يأمن يعني ونروح الوحدة الملحوظة فقط الباريحة كنت تتكلم مع صديق مرسس أنه في أوروبا ناطوميةها في أوروبا هذه التدفئات هذه المدافئة داخل ضرم مكاش مكاش كله تدفئة مركزية جميعهم تدفئة مركزية لو تمشي أوروبا يعني كلها ما تلقيش مدافع كما إحنا غير في المجتمعات العربية للأسف في المجتمعات العربية وخصوصا في مجتمعات الشمال إفريقيا وما يستعملون هذه المدافع لكن بالنسبة للشودياغ هادو ما ليس الجميع يستطيع اقتناء يعني أكيد ولكن إحنا نعرف إحنا الميزانية على الفرض الجزائري يعني مستهلك الجزائري ولكن ما عمره الوقت هو كما إحنا نقوله يقدر يديباني بالمدفاقة ولكن حاجة يعني يديباني جبرك سيوصل الوقت أنه يبدلها ويدير تدفئة مركزية كما هو يخمم أنه يسبق داره يخمم أنه يبدل العرش تداره ولكن يقدر بعد سنة سنة ثلاثة أربعة يقدر يديرها ولكن معمره الوقت تديرها كما أنت تبدل العرش تداره كما أنت تبدل العرش تداره تقدر تدفئة مركزية وهذا بالعكس هذا أحسن من هذا هو لازم يدخل له ضياف يعني بين قوسين يفتح قوس هو لا يشوف الضياف لازم يشوفه ضارهم ليحباب ساعة تانية أنه تاني الأمن ديالو هذا تاني مهم جدا نعم في الأخير ما هي النصائح الوجب تقديمها سواء للذين يقتنون أجهزة تدفئة جديدة أو العائلات التي ترحل إلى منازل جديدة لأن الكثير من العائلات لما ترحل إلى منازل جديدة يعني تبدل كامل تركيبة البهيد أكيد ننصحهم أنه كان حاجة فقط أنه لما يمدوا له رخصة لإستغلال الغاز شركة تبزيع كهرباء والغاز ومالغاز أنه يأخذ من عندهم تصريح أن هذه التركيبة صحيحة ليعملها داخل البيت هذه حاجة لولانية حاجة تانية أنه يستعمل مرسس محترف وإحنا أبواب ما وإحنا كجمعية مفتوحة لهذا الشيء أنه ينول وأنه هذا مواصف محترف أولى ولا إحنا نبعته له هذه النقطة النقطة الثالثة يعني يدير من خارج التهوية منها في التهوية حاجة الرابعة أنه يستعمل هذه كشفة تسريبات الغاز هذه نقدر ننصح به المسترق الجزائري ورغم هذا وما زالوا يموتوا إحنا قدما نديروا هذه الحملة التحسيسية وجمعية حماية المساكية تعمل حملة التحسيسية والحيمية المدنية تعمل حملة التحسيسية إلا أن الإحصائية أخيرة في يوم الخامس جاءتني إحصائية من الحيمية المدنية نعم في سنة 19 15 شخص في العاصمة الجزائرية من زالهم يموتوا 15 شخص في سنة 2018 في الأسبوع الأول من سنة 2019 19 شخصا على المستوى الوطني على المستوى الوطني يعني بالأسف أنه كنشوفها كولا سبحان الله رغم أنه هذه الثقافة ولكن يعني ما نرجح في بعض الأحيان الثقافة يعني الثقافة الاستعلاكية دي رمون عديما أو التهاون التهاون نعم التهاون الفرد نعم إذن عبد الله لقرع رئيسة جمعية الوطني لمنصصين الجزائريين شكرا على كل هذه التوضيحات وشكرا لحضورك معنا أمانا شكرا على السéquence